من العدم ظهر جواد عدرة وكأنه هبط بالبراشيوت على اللقاء التشغوري وكان رح يتيح فيه الوزير الملك اللي فاجأ فيه النائب قاسم هاشم أعضاء اللقاء معروف بصفته رئيس مؤسسة الدولية للمعلومات المعنية بالدراسات والأحصاءات وافتتح مثل التشور مدحف نابو بشمال لبنان فكيف تم التسمية عدرة؟ مصادر متابعة للملف أكدت لتلفزيون نشرة أن عدرة منه واحد من مرشحي حزب الله يلي كان بفضل توزير حسن امراد أو عثمان مجزوب ولكن تسميته كانت نتيجة اتفاق بين بر وبسيل برعاية مدير عام الأمن العام اللي وقع عباس إبراهيم وأشار المصدر إلى أن الحزب تبنى لحي أن تسميت عدرة وتولى مهمة إقناع عضاء اللقاء التشاوري فيه بعد ما اختلفوا على الموضوع أما مصادر حزب الله فقالت لتلفزيون نشرة أنه بالنسبة للحزب ما عاد مهم اسم الوزير فعدرة أو غيره رح يكونوا ممثلين للقاء التشاوري بشكل حصري وأضافت المهم أنه انكسرت أحاديث التمثيل السني بالحكومة واربحنا مقعد وزاري ثابت لسنة 8 أزار بأي حكومة لبنانية بالمستقبل رغم الأجواء الإيجابية بعد فيه تشكيك بإمكانية تأليف الحكومة بالساعات الجاي لأن بعد فيه عدد من النقاط علقانة وممكن تعرقل التشكيل وأهم أنه من حسم لمين حيكون صوت عدرة بالحكومة خاصة أنه الوزير جبران باسيل بعضه مصرع على تعهد من عدرة أنه يصوت معه الأمر يلي ممكن يفرض غذية العيد مثل مواصفة بعض السياسيين من محتويها نادرة عز الدين تلفزيون نشرة لا تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب واللايك لصفحتنا على فيسبوك